النظام كان عنده الحقيقة حلول كتيرة حل انك انت تجابه وتكافح التطرف والارهاب وتترك عملية التنمية وحل انك انت تترك الارهاب وتبدأ في عملية التنمية او تسيب الاتنين وتسيب الناس عايشة زي ما كانت ومفصوطة وراضية زي ما كانت في ظروف قبل كده وتواجه الارهاب بالصورة النمطية التقليدية انك انت بتواجه الارهاب من خلال الامن فقط الالة دي ما كانتش تنفع ويمكن احنا عايشنا فترة من الفترة كنا بنقول علشان نقدر نواجه الارهاب لازم نواجه الفكر الاول وعشان نشتغل على مواجه التنظيمات الارهابية لازم من البداية نكتث الفكر المتطرف ده كان مهم جدا يكون موجود بس هل احنا لو كنا اشتغلنا على فكرة التوعية والتحصين الوعيوي لقطاع الشباب والمجتمع المصري ككل كنا هنضمن ان القطاعات فيه او ما تتحولش من المتطرف اللي كانوا قادرين يوصلوله بتنظيمات مختلفة ويمكن هنا دور مهم جدا بتلعابه النهاردة قناة الوثائقية في فتح ازاي تنظيمات كتير كانت بتسهل على الارض في اطار شبابي ولكن كانت هي مرفق لي او تكئة ينتقل من خلالها الشباب الى هذه التنظيمات لما بتيجي حدريك تبص بقى للشكل ده كله طب الدولة هتعمل ده وتسيب التنمية هنا كانت الاولوية عند فقامة رئيس عفتاح سيسي ودي فلسفة الحكم اللي قامت ان احنا عشان نقدر نهزم الارهاب لازم نسرع بخطوات التنمية على مستوى الجمهورية ككل ويمكن هنا كانت سينة باعتبرها هذا الجزء الغالي هي مصر الانبياء هي اللي ضحى في سبيلها كل بيت مصري لان اتصور ان بيوت مصرية كتير من بيوت المصريين والجيران اكيد هيبقوا عاشين ده بالدم ضحوا باصابات عشان تستمر السينة مصرية السينة جزء من هذا الوطن وهي جزء من هذا الوطن كان معني باتجاه الدولة لتحقيق التنمية ومجابته مكافحة التطرف والارهاب الاشكالية كانت في سينة ان سينة كانت مشروع لتوطين التنظيمات الارهابية في الفترة من 2012 ل2013 ازداد هذا المشروع ضراوة بعد الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو و2013 وهنا ابتدت تتحول سينة الى عامل مقلق لمنظومة الامن القومي المصري منظومة الامن القومي المصري في النهاية هدفها هو الفرد يعني لازم يبقى متفهمين كويس جدا ان اي نوع من انواع الكلام الكبير جدا عن الامن القومي المصري لازم يوصل للمواطن ببساطة ان الامن القومي المصري هدفه انك انت تعيش حياة هادئة امينة مستقرة تتمتع فيها بكل حقوقك وواجباتك في زل قدرة الدولة على استنفار كل الطاقات عشان تقدر تحقيلك اعلى معدلات التنمية اللي يخليك تعيش فيها قدر من رفاهية هل هم سابونا بقى نعمل ده سيبك بقى من العمليات الارهابية اللي تمت على الارض وسيبك من ان ابطالنا في القوات المسلحة المصرية وابطالنا في الشرطة المدنية المصرية قدروا يواجه ده هل هم سابونا نقدر نعمل ده ببساطة لا هم مستمرين لغاية النهاردة ده حتى لغاية بعد النهاردة الصبح بعد اطلاق هذا المشروع الكبير اللي احنا شفنا الاستفاف من خلال استفاف الشركات العاملة والشاء وابنائنا في القوات المسلحة وهم يمدون ايديهم في ايدي شركاهم المدنيين من اجل الانطلاق لمرحلة جديدة في تعمير سيناء اشتركوا في القناة